إذن الإشكالية أنه بل أنه هناك من يقول هناك من يقول بأن الاتفاق هذه والعلاقات تخدم مصالح فلسطيني يعني لما تكون معها تركيا ترى ماذا قدمت العلاقات التركية الإسرائيلية التي انطلقت منذ بداية النكبة أو منذ بداية هذا بدء احتلال فلسطين ماذا قدمت القضية الفلسطينية لا نسلم جدلا تلك العهود علمانية ومش عارف واش لا نعود فقط إلى العهد التركي في عهد أردوغان ماذا قدمنا هل أوقف الاستطان ماذا قدم اذكروننا اذكروننا عمليا ماذا قدم كلها عن طريات كلها عن طريات من أجل المصالح التركية وليست مصالح القضية الفلسطينية هي أبدا اذا مثلا على ظاهرة التبرير قضية التبرير نذكر تشاهدون في الصورة الآن موضوع تركيا ستبقى حليفة للفلسطينيين رغم التطبيع هذم الإسلاميون في الجزائر جماعة الإخوان في الجزائر تركيا ستبقى حليفة للفلسطينيين رغم التطبيع ترى لماذا لم يقولوا الإمارات ستبقى حليفة للفلسطينيين رغم التطبيع إذن المشكلة ليست في التطبيع المشكلة أنها تكون حليفة أو لا هل الإمارات العربية المتحدة قالت أن نتخلى عن قضية فلسطين من بنود هذه الاتفاقية أنه الدفاع لقضية مبدئية في الدولة الفلسطينية ترى هل قالت الإمارات أنها تخلت عن فلسطين أنا أقول هذا الكلام ليس دفاعا عن أي طرف أنا أحلل هذه التناقضات وهذا النفاق القائم في هذه القضية حتى نكون على بينا حتى نستعمل عقولنا ولا نخبط خبط عشواء ونخوض في أمور لا طائلة منها إذن القضية لا تتعلق بالتطبيع مثلما لا تتعلق بالاعتراف مثلما تتعلق بالاعتراف حماس بحد ذاتها تحترف بالشرعية الدولية كم من مرات تكلمت عن الشرعية الدولية والشرعية الدولية ماذا تعني؟ تعني الاعتراف بوجود إسرائي بحل الدولتين حماس همها فقط الإبقاء على دولتها قائمة في غزة هذا هو همها لو أنه بكرة يحدث اتفاق مع إسرائيل أو أنه حماس عندما كانت حماس في رئاسة الحكومة لم تعمل في تلك الفطرة على إلغاء الاتفاقيات ما بين الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل لم تعمل على إلغاء ما دامت في الحكومة ولديها وزراء وكذا وكذا حافظت على هذا الأمر إذن قضية قضية سلطة قضية مصالح مصالح حزبية وتنظيمية وليست قضية مصالح القضية هذه الحقيقة التي يجب أن نفهمها إذن التبرير القائم لتركيا وقطر قطر التي فتحت أحضانها لإسرائيل علاقات مالية كبيرة إيران لا أحد ينتقدها أبدا بمجرد حتى ما دامت تعت الأموال إلى حماس ما دامت لا تعادل إخوان ما دامت قضيتها تدافع عن الإخوان أو تدافع عن المشروع الإخواني فهو لا يهمهم تطبيعها مع إسرائيل وعلاقاتها الأمنية وزيارات الرئيس الموساد الإسرائيلي إلى قطر وما إلى ذلك لا يهمها هذا أصلا إذن ما هي القضية؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة يا جماعة تتعلق بقضايا استراتيجية قضايا استراتيجية أخرى لا علاقة لها بفلسطين يجري استعمالها فقط من أجل الضغط على الآخرين وتخوينهم فقط من أجل المشروع الإخواني الذي ترعاه تركيا وتدعمه قطر وترعاه أيضا الإيران إذن هذا موضوع الفوضى في العالم العربي والإسلامي هذا هو الأساس تتعلق بهذا لو كانت الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات جيدة مع الإخوان ولا تعادي حلف الإخوان وعلاقاتها طيبة مع تركيا لا كان أول من صرح بمباركة هذا الاتفاق هو الرئيس التركي رجل طيب أردوغان وأثاني بيان سيصدر يصدر من حماس التي تبارك هذا الاتفاق وتشكر الإمارات التي دائما تدعم القضية الفلسطينية وما إلى ذلك إذن القضية تتعلق بدعم مشروع وليس بقضية التطبيع لو كان هذا العداء فقط بسبب التطبيع ووضعوا الناس كلها في مسلة واحدة هنا في هذه الحالة في هذه الحالة نقول لديهم حق هم لديهم قناعة أنهم يقاومون إسرائيل ويرفضون العلاقات العربية معها والإسلامية وكل دول تعمل علاقة مع إسرائيل فهي تعاديهم وتعادي القضية الفلسطينية هنا نقول عندهم الحق هذه قناعتهم إذن مشكلة لقائمة مع الإمارات ليست تتعلق بالتطبيع ولا تتعلق بأن الإمارات باعت القضية الفلسطينية لأن كل من ربط علاقات مع إسرائيل ليس معناه أنه باع القضية الفلسطينية هي لديهم في منطقهم لأن تركيا لديها علاقة مع إسرائيل ويباركون هذا الأمر ويفرحون به ويقولون يخدم مصالح 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 الفلسطينيين بل أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابق وأنصرح هذا التصريح وقال بأن العلاقات مع إسرائيل تخدم القضية الفلسطينية إذا كانت العلاقات مع إسرائيل تخدم فلسطين وقضيتها وشعبها فلماذا لا ينطبق هذا الأمر أيضا على الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى التي لديها علاقات مع إسرائيل لماذا؟ إذن القضية تتعلق بمحور ومشروع إذن ماذا يجري بالضبط؟ الذي يجري أن تركيا تريد هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي لديها علاقات قوية مع إسرائيل وتستعمل هذه العلاقات فيما يخدم مصالحها بناء على استعمال القضية الفلسطينية ولا تريد أن ينافسها أي أحد ونعرف بأن كل المشاريع الخارجية التي ليست من العمق العربي تستعمل قضية فلسطين إيران تستعمل قضية فلسطين تركيا الآن تستعمل قضية فلسطين لذلك لا يريدون لا مصر عندها علاقات مع إسرائيل ولا الأردن عندها علاقات مع إسرائيل ولا أي دولة عربية لديها علاقات مع إسرائيل يريدون فقط أن تبقى تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي لديها علاقات مع إسرائيل وتستعمل هذه العلاقات فيما يخدم مصالحها وفقا لاستغلال القضية الفلسطينية لأن القضية تتعلق بمصالح تركية ولا أي مصالح أخرى فهي في كل الأزمات التي دخلتها تركيا همها مصالحة وذا من حقها بعض يقول لي لماذا تتكلم الآن أنا عندما أعلنت تركيا عودت علاقاتها بعلاقاتها مع إسرائيل لم أنتقدها ولم أتكلم عن الموضوع أصلا لأن القضية قضية تتعلق بتركيا تتعلق بتركيا هي دولة ذات سيادة هي التي تقرر مع علاقاتها ومصالحها وفق ما ترى لذلك أنا لا أتدخل فيها ولا أملي عليها نفس الشيء ولكن أن شيء الذي تفعله أنت وتحرمه على الآخرين وتجرمه في الآخرين فهذا للأسف الشديد لديه أوصاف أخرى لا يمكن أن أتلف فضلها إذن إخواني الكرام القضية هذه الإشكالية هذه الإشكالية القائمة الإشكالية القائمة والصراع القائم وهذا الجدل القائم ليس له علاقة بفلسطين علاقة بمشاريع أخرى التركية هي تدعم المشروع تستعمل المشروع الأخواني في المنطقة من أجل نفوذها إيران تستعمل أيضا كل الطيارات الموالية لها سواء الميليشيات وغيرها أو حتى حركات سياسية تتماهى معها في إطار نشر الفوضى في العالم العربي الإسلامي من أجل تفكيك وتفتيتي وتشتيتي الدول العربية والإسلامية هذا فقط إذن هذه الإشكالية لو كانت الإمارات العربية المتحدة في خندق واحد مع التركية لا ربما أقيم لها حفل في أنقرة بمناسبة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله